كان جحا يربي خروفا جميلا وكان يحب فأراد أصحابه أن يحتلوا عليه من أجل أن يذبح لهم الخروف ليأكلوا من لحمه فجاءه أحدهم فقال له ماذا ستفعل بخروفك يا جحا فقال جحا أدخره لماء في الشتاء فقال له صاحبه هل أنت مجنون ألم تعلم بأن القيامة ستقوم غدا أو بعد غد هاته لنذبحه ونطعمك منه فلم يعبأ جحا لكلام صاحبه ولكن أصحابه أتوه واحدا تلو الآخر يرددون عليه نفس النغمة حتى ضاق صدره ووعدهم بأن يذبحه لهم في الغد ويدعوهم لأكله في مأدبة ثافرة في البرية وهكذا ذبح جحا الخروف وأضرمت النار فأخذ جحا يشويه عليها وتركه أصحابه وذهبوا يلعبون ويتنزهون بعيدا عنه بعد أن تركوا ملابسهم عنده ليحرسها لهم فاستاء جحا من عملهم هذا لأنهم تركوه وحده دون أن يساعدوه فما كان من جحا إلا أن جمع ملابسهم وألقاها في النار فالتهمتها ولما عدوا إليه ووجدوا ثيابهم رمادا هجموا عليه فلما رأى منهم هذا الهجوم قال لهم ما الفائدة من هذه الثياب إذا كانت القيامة ستقوم اليوم أو غدا لا محالة ستقوم اليوم أو غدا لا محالة ترجمة نانسي قنقر